من المشكلات الشهيرة اللي بتواجه شباب وحتى كبار كمان ان يكون فيه ذنب مسيطر على البني آدم وشهوة مكررة كل ما يسقط فيها الإنسان يبقى قابلها على طول عنده شيء من الشره للذة وبعد ما يخلص الخطأ ده أشعر بشيء كبير من تأنيب الضمير وجاي لي مشكلة واحد مسميها بجري وورا شهواتي انه عنده ذنب معين كل ما يكرره يشعر انه ضعيف جدا قدام شطانه والذنب ده بيخليه مكسوف انه يصلي فموجوع انه بيعمل الذنب وموجوع انه بعد الذنب ده ما بيعرفش يصلي بيتوب بين ايدين ربنا فبيسأل اعمل ايه هو الحقيقة ان رحلة السير الى الله رحلة فيها بذل للمجهود بتتيسر وبتبقى ان شاء الله مفتوحة الابواب بمدد ربنا والجؤنة ربنا سبحانه وتعالى لكن فكرة المجاهدة هي كلمة مذكورة كتير في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مجاهدة للموظبة على طاعات فيها شيء من النشاط والالتزام ومجاهدة في دفع شهوات الانسان متعلق بيها وسر ان ربنا سبحانه وتعالى ودي فلسفة الشهوات ربنا علقنا بالشهوات عشان يسعدنا في الدنيا لو الدنيا دار فقط للعبادة بدون اي لذة ممكن ناس كتير ما كانتش تستحمل لكن لما ربنا نزل سيدنا آدم قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وقال في القرآن زين للناس هذا الفعل المبني للمجهول العلماء في التفسير يقولوا الله زين الحلال والشيطان بيزودها ويزين الحرام زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة احنا بنحب المقتنيات والفلوس والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة العربيات والدواب والخيل المسومة والأنعام والحرث الأراضي والأطيان ذلك متاع الحياة الدنيا متعة والله عنده حسن المآب وكأن ربنا بيقول هذه المتعة ما تنسكش الرجوع المآب يعني الرجوع حسن المآب مش سوء المآب لأن ربنا أراده حسن المآب وهنا الشيطان عنده فكرة أن الحلال لا يكفي فكرة تزيين الحرام أن امرأة واحدة لا تكفي فيبقى هو عنده زوجته وعايز يبقى عنده علاقات تانية بر وأن القرش الحلال بيجي بصعوبة وقليل اللي معهم قرش حرام معهم كتير ومبسوطين كل دي أفكار شيطانية زي فكرة أننا اللي قدامي لو ما كنت الشديد عليه ولو ما ورتوش عين الحمراء مش هيتزبط فيخرج الإنسان من الرحمة وطيبة القلب للقسوة والانتقام كل ده تزيين شيطاني رحلتك إلى الله سبحانه وتعالى إنك تعرف إن ما في شيء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتوا وما نهيتكم عنه فانتهوا ما في شهوة محرمة إلا وفي تركيبة كل البني أدمين القدرة على التخلص منها وإلا ربنا ما كانش حرمها لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى وبالتالي أول فكرة عايز أشاركها معاك هي رحلة تحتاج لبعض المجاهدة وإحنا عندنا أربع ألقاب إحنا بنضور عليهم في رحلتنا إلى الله قالهم صلى الله عليه وسلم في حديث روال إمام أحمد لما قال المؤمن هذه اللقب الأول من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في الله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه نص الألقاب في السؤال والمشكلة بتاعت حضرتك محتاج تجاهد نفسك في الله ومحتاج تهجر تهاجر في سبيل الله تهاجر إزاي وإنت ما كنتش في زمن النبي تهاجر من مكة للمدينة المهاجر من هجر ما نهى الله عنه آه فيه تمن هيدفع لهجر الشهوات لكن هتاخد بسبب لقب إن شاء الله تبعث يوم القيامة مع المهاجرين والأنصار وين عايز أفكرك بصورة من أوائل الصور اللي نزلت على سيدنا محمد يخاطب فيها ربنا النبي ويخاطب فيها الأمة قال تعالى يا أيها المدثر المتغطي قم فأنذر يلا يا رسول الله ابدأ دعوتك وربك فكبر اسمع بقى الكلام دلينا وثيابك فطهر والرجزة فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ثيابك فطهر عشان دايما تبقى جاهز للصلاة والرجز كل شيء يبعدك عن ربنا كل شيء قذر كل شيء من الشيطان اهجر والرجزة فهجر ولا تمن تستكثر ما يجيش عليك وقت تمنى على ربنا وتقوله أنا بتعب عشانك أنا بصالي عشانك أنا بغض بصري عشانك ده شرف ان احنا نبقى في خدمة ربنا وفايدة لنا ان احنا نعمل الطاعات لأن الله فرضها لنا لا علينا يعني الطاعات اللي هي مفروضة في الظاهر علينا هي عشاننا احنا عشان مصلحتنا سلامنا النفسي وإحساسنا بالسند لما نكون قريبين من ربنا سبحانه وتعالى الله لا يستفيد شيء وكل محرم مؤذي ما في محرم نافع وإلا ربنا ما كانش يحرمه وبالتالي عشان انت فطرتك سليمة انت بتتألم رغم الشيطان اللي بيزقك وقبلها بتبقى بتشتهي جداً ثم فطرتك تصرخ بالمناسبة الوجع اللي انت فيه ده بسبب ما يسمى بعدم الاتساق عارف انت لو فطرتك مؤذيك تصرخ بالمناسبة الوجع اللي انت فيه ده بسبب ما يسمى بعدم الاتساق ملوثة ومنتكسة ما تتضيقش ده انت تفخر بالذنب اللي انت عملته بس علشان انت انسان قلبك حي وروحك موصولة بربنا لما بتغلط بتتألم وده دليل حياة القلوب عشان كده الآية بتقول والروجي ازا فهجر ولا تمن انت استكثر ولربك فاصبر علش دفع خواطر السوق وديه خطوة مهمة بقى دفع خواطر السوق يحتاج صبر خواطر السوق الفكرة لما تلقى عليك انت لا تملك الافكار لكن تملك التعامل مع الافكار فلما يجي لك ذنب بيتعمل في الخلوات او تتصل بحد لما بتشوفه بتعصي معاه او مكان لما تخرج فيها تستمتع بس هتشرب وقتها خمرة ودي من اكبر الكبائر الخاطر ده محتاج يدفع والخواطر بتدفع بالاذكار وتدفع الخواطر بالانشغال لما البنيا دم يبقى الروتيني اليوم بتاعه مزحوم اش عنده وقت لخواطر السوق الفاضي هو اللي الشيطان بيلعب به وحتة مهمة كمان قوي حاول انك انت فعلا تسارع مش بس علشان الحياة ما نعرفش هي قصيرة ولا طويلة والواحد طول ما فيه انفاسي الحقي طول لربنا سارع بالحفاظ على حياة القلب انت عارف كون ان فطرتك بتصرخ ده نداء من ربنا كأن ربنا حميلك وحفظ لك قلبك وربنا بيقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم معلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانكم اليه تحشرون كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لما يندعيك استجيب عشان يفضل قلبك حي واستجابتك لنداء ربنا سبحانه وتعالى في صورة فطرتك اللي بتصرخ هذه الاستجابة هي شكرانيتك ان ربنا حميلك ومحفظ لك على حياة قلبك وهنا عايز استدعي الراجل اللي راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ارأيت رجلا لم يترك من الذنوب شيئا الا وقد فعلها كلها ولم يترك حاجة ولا داجة لا صغيرة ولا كبيرة في كل السيئات فهل له من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل اسلمت؟ قال اما انا فاشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اذا تعمل الخيرات وتترك السيئات يجعلها الله لك كلها خيرات فقال الرجل وغدراتي وفجراتي كل الحاجات اللي فيها خلق مع الله قال وغدراتك وفجراتك فخرج الرجل من عند سيدنا الرسول الله يقول الله اكبر الله اكبر ولله الحمد فاستبشر بقلب سيئاتك حسنات واستبشر بحسن الخاتمة ان شاء الله بعد عمر طويل لكن الموضوع محتاج مجاهدة في دفع الخطرات ودفع الوساوس ومجاهدة النفس في البعد عن اماكن الشهوات واخر حاجة هولالك في الصلاة الصلاة دي قدسها في قلبك ورتب موعيد يومك على الصلاة وخلي نزولك من البيت وانت متوضي الوضوء بيحفظ القلب من هجوم خواطر الشيطان وخلي دايما عندك فكرة ان لو ما صليتش دورها صلي العصر والعصر اللي وفاتها صلي المغرب وقضي الصلاة اللي عليك اقضيها ما تنامشي لو الخمسة متصليين يوم ورا يوم قلبك هينجذب الوقوف بينادي يا رب العالمين وربنا سبحانه وتعالى مطلع علي وعليك واحنا بنحاول مع بعض نفر من الشيطان لحمى الرحمن ودايما اشوفكم جميعا في ستر وصحة وعافية وفضل كبير من رب العالمين